أكد صاحب السمو الملكين أمير سلمان بن حمد الخليفة ولو العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة من علاقات تاريخية راسخة كان لها عظيم الأثر في تعزيز التعاون الثنائي على كافة المستويات نعم ونوه سموه بما تحظى به علاقات البلدين الشقيقين من اهتمام ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة وأخيه صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظهما الله جاء ذلك لدى لقاء سموه اليوم على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر أخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولعهد دولة الكويت الشقيقة بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي الشيخ حمود بن عبدالله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية حيث أشار سموه إلى حرص مملكة البحرين على مؤصلة تعزيز التعاون والتكامل الثنائي بينها وبين دولة الكويت الشقيقة والدفع بها نحو أفق أرحب في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين وتوفير المزيد من الفرص الواعدة التي تعود بالخير والنماء لصالح الجميع وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة الشرق الأوسط الأخضر والتأكيد على أهميتها في حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي ترجمة نانسي قنقر